السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم علي جمال من كورس الاندرويد بلغض الكوتليند درس النهاردة ان شاء الله هنبتدي نستعرض الاسم والايميل في صفحة الوقم يعني بعد ما بيدخل المستخدم لابليكيشن بعد ما يعمل لوجين او رجستر كنا بنستقبل بيانات كان من البيانات ديت لو تفتكر كنا بناخد الابي اي توكن والنيم والايميل وكلام ده كله لكن احنا كنا بنحفظ فقط في الشيرد برفرانسز كنا بنحفظ الابي اي توكن تعال كده نعمل تست لما بيجي يعمل لوجين بتلاقي انه بتديني الابي اي توكن والايميل والنيم والايد تعال نحفظ الكلام ده هو داخل الشيرد برفرانسز ليه هنحفظه في الشيرتاب الفرانسيز عشان المستخدم بعد كده لما يفتح التطبيق يظهر له الاسم مثلا والايميل زي ما بتشوف في بعض التطبيقات في القيمة الجانبية بتلاقي مثلا صورته والاسم والايميل بتاعه طيب تعالى نعمل تهديلات بسيطة هنضيف بس اه فريابل جديد هنا واي سنسمى با ااا ا اي دي ومن نوع اضفقه بالشكل ارتفاع certificate تمام نفس الموضوع هنعمله في الداطا او قلاس الداتا الخاص برجستر لان هو هو نفس الموضوع ونروح على phase sign in activity كنا في الجزئية أو في الفنكشن الخاصة بالساين إن كنا هنا نبتدي نحفظ التوكن في الشاردوفر فرانسيس تعالى نحط كمان الـ id والـ name والـ email تعالى نحط كده id وهنا هيبقى .id بالشكل دوت طبعا هنا put integer تمام ونقص الـ name هنا هيبقى name تمام والـ email بالشكل دوتا وهنا نفس الموضوع email طيب تعالى ناخدهم قبي ونحطهم برضو في نفس الفنكشن ولكن مش خاصة بالـ sign in هيبقى في sign up تعالى نستبدل السطر الخاص بالحفظ الـ token بالاسم والـ email والـ id والـ token بالشكل دوت زي ما عملنا في sign in طيب تعالى كده نروح على الـ data هنا في الملفات الخاصة بالـ emulator هندخل على data ثم data وندور على الـ package بتاعتنا بتاعت التطبيق اللي هيبقى على تطبيق فوق ونروح على الـ shared preferences ونعمل sign وندلت الـ my shared علشان لما يجي يدخل التطبيق مرة أخرى ما يلاقيش الـ token ونبتدي نعمل login مرة أخرى تعالى كده نفتح التطبيق مع بعض وننتظر لغاية ما يحمل طبعا دي أول جزئية هنحفظ الـ id والـ name والـ email مع الـ shared preferences اللي احنا خبناها في الدرس اللي فاتوا اللي قابله ونحفظهم في الـ shared preferences ثاني خطوة هنيجي نستدعي الـ name والـ email ونظهرهم بدل الـ text view اللي كانت ظهرة قدامك دلوقتي في الـ activity من الـ shared preferences يعني دي الخطوات بتاعتنا اللي هنمشى عليها تعالى هنعمل sign in دلوقتي نبتدي نضغط على sign in وندخله email نكون عاملينه قبل كده بالشكل دوت والـ password بالشكل ده وبعد كده نروح نقول له sign in تمام كده عمل sign in هنروح على shared preferences ونعمل sign بالشكل دوت ونفتح ملف shared نراقي عندنا هنا الاسم فعلا حفظه والـ email والـ id بتاعنا اللي هو تاني تعالى نشوف البيانات ديت في التست هتلاقي هي نفس البيانات فعلا اللي رد عليها بها السيرفر طيب احنا كده حفظنا البيانات في shared preferences هنروح على activity welcome في التصميم بحيث نعدل فيه حاجات بسيطة كده بحيث تبقى الدنيا يعني او يعني تكون بشكل افضل او قلطف هنروح مثلا هنا هنعمل او text view اخرى هنا تمام ونثبت text view ديت فيها وهنا نثبتها من اليسار والاعلى هنا ونفس الموضوع بالشكل ده وممكن نثبتها في الاعلى تبقى بنفس الحيزة دوت وهنا هنقربها بالشكل دوت تمام ممكن تبقى بالشكل دوت طيب text view ديت مثلا نقول له email خلاص و هنا هنحط id علشان هنغير text view ديت فنقول له هنا email بالشكل دوت وهنا name ممكن نخليها زي ما هي ممكن نغيرها على طول وهنا id بتاعها name يعني انا مش حابب يعني ألعب في التصميم كتير طبعا خدنا دروس في التصميم ممكن بس نكبر كده الدنيا شوية بحيث الدنيا تبقى منصقة شوية ممكن نخليها 18 كتير طيب خليها 18 بشكل دوت خليه برضو 18 بشكل دوت تمام ممكن نغير لون يعني فقط بس ايه هو مش درس تصميم ممكن هنا نغير اسم البوتن برضو الى لوج اوت بحيث الدرس اللي جاي هيبقى فيه لوج اوت بالشكل دوت طيب كده الدنيا تمام هنا ال اي دي اسمه ميل وهنا ال اي دي اسمه ميم تعالى نستدعي الكلام دوت داخل اكتيبيتي ويلكم تعالى في اكتيبيتي ويلكم في ال اون كريت هنبتدي ممكن نستخدم ال ماي شيرد بالشكل دوت نقود نقود طبعا واخدين ماي شيرد قبل كده او الشيرد بفرانسز فمش هشرحها مرة اخرى ممكن ترجع لدرس ماي الشيرد بفرانسز ناخد نفس الكلام دوت كده تمام بعدين هنيجي نستدعي الاول اي دي اسمه نيم هنقله نيم بالشكل دوت .text هيساوي ال my chart .get string بالشكل دوت وهنروح احنا محتاجين هنا النيم تمام بعد كده نعمل فصلة بالشكل دوت طبعا هنا هنقول له علامة الاستفاهم بحيس ان ممكن يكون موجود او مش موجود او لو متأكدين ان هو هيكون موجود ممكن نعمله علامة التعجب تمام تمام طيب كده حطينا النيم تعال نحط الايميل هنقول له ايميل اللي هو الاي دي اللي في الاكتيفتي اللي هي ذات تمام وبعد كده هنقول له .text بحيس يغير text تمام ونقول له يساوي my chart بالشكل دوت وعلامة الاستفاهم بتاعتنا بعدين .get string و email يجيب لي الايميل اللي نشارد preferences وبالشكل دوت تعالا كده نعمل run مرة اخرى لو لاحظت ان جاب لي الاسم والايميل من shared preferences تعالا كده نحزف ال my shared preferences ونعمل login مرة اخرى بالشكل دوت ونروح على sign in atives ونكتب الاميل بتاعنا وال Wenn بالشكل دوت بعدين sign in وما يعمل sign in هيبتدي يحفظ في ال my shared الاسم والマエ ميل والاد ماhui اسم والابي الابي الابى TOKEN وبعد كده هنقرأهم من قدامك بالشكل دوت تمام لقفلنا طبعا التطبيق وفتحناه مرة تاني هتلاقي نفس البيانات موجودة عندي هنروح نفتح تطبيق مرة اخرى ونضغط على هتلاقي البيانات تظهر قدامك بالشكل دوت مفيش اي مشكلة تعال نراجع مع بعض الدرس دوت عملنا ايه بالزبط روحنا على الملف اللي بيتحكم في اضافنا التلاتة سطور دول اذا عملنا اضافة مفيش عملنا الاي دي والنيم والايميل واستقبلناهم من ريسبونس بادي في عملية اللوجين واستقبلنا كل واحد بالاي دي والنيم والايميل طيب عارف مين الاي دي وال ambush من ملف ملف الداتا الخاص باللوجيك عملنا متغير اي دي و نيم و ايميل طبعا عاملين قبل كده الابي اي توكي نفس الموضوع عملنا هنا في دلة الساين ات نفس الكلام بالضبط اللي انا لسه شرحه حالي نفس الموضوع اضفناه في ملف الداتا طيب بعد ما حافظ كده اه في بتاعي المبيانات ديت ابتدت استعرضها في الكلاص الخاص بالولكم اللي هو بتحكم في اكتيفتي ولكم استدعينا التكست فيو اللي هو با اي دي اسمه نيم اللي هو اللي فوق دوت وبعد كده ابتدينا نستدعي من الشارد برفرينزز هنا النيم وغيرنا التكست بتاعه نفس الموضوع الايميل استدعيناه وغيرنا التكست اللي فيه واستدعيناه من الشارد برفرينزز بتاعي وحطناه داخل التكست ده كان درس النهات ده ازاي نستعرض الاسم والايميل بعد عملية اللوجين او الرجستر في اه لغة الكوتلين والاندرويد الدرس اللي جاي ان شاء الله اعلمك ازاي تعمل اللوج اوت للتطبيق بحيث ان هو يبتدي يحزف الابي اي توكن وياتصل بالسيرفر ويعمل لوج اوت وكده وصلنا لاخر الدرس فقرك ان انت تعمل لايك وسبسكرايب القناة وعمل شير عشان غيرك استفاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة